ابدأ كده دكتور صلاح بأعضاء المجلس سنواري اشوف انتو بتتعاملوا ازاي مع الازمة هي مش ازمة رياضية يعني هي بالتأكيد ده فيها ازمة نفسية وفي حالة احباط ويأسة عند الناس والناس كانت تبحث عن انتصار لكن للأسف الشديد كان في مجموعة من الوقائح حتى اللي اصابت الناس بالاحساس بالهزيمة قبل الهزيمة يعني بتتعاملوا معها ازاي؟ طيب اولا السؤال خليني بس يعني انك اعزي كل المصريين في وفاة كابتن عبد الرحيم محمد اللي توفاه الله وهو يعني قاعد بيتابع المنتخب وطبعا الاعمار بيد الله وحتى لو هذا قضاء وقدر فالأسف يعني هناك من تسبب في هذه الحالة الانفعالية اللي وصلته الازمة الصحية دي وهو الاداء السيء مش للمنتخب الاداء السيء لمنظومة الرياضة المصرية وعايز اقول لك يمكن انا قبل ما نبدأ منافسات من قبل ما اتشير اولاني يمكن حتى على حساب الشخصي يعني يعني تنبأت بما سيحدث وابا بما نحن جلسون بسبب الان يعني لان انت لما تيجب اعرف في الجنوعة بتطلع على الغيب انما هي مسألة ان انت بتشوف مقدمات اي مقدمات لما بتتأنى وبتدرسها وبتشوفها كويس بتتصور وبتتوقع النتائج احنا امام مشهد هازلي مش مش منتخب احنا امام مشهد هازلي يدير الكرة المصرية الناس كلها على فكرة من اول الكيان المكون لمجلس الادارة ومنتج لمجلس الادارة اتحاد الكرة لما بتكلم عن جامعية عمية بتأتي وبوسي تلاقي للأسف احيانا يتم توجيه برشاوة انتخابية واضحة جدا عشان تختار مجموعة معينة رشاوة انتخابية اه دي حقيقة يعني تتجاوز حدود التربيطات لا 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 اقولك يعني ما تيجي تقول مثلا ان بعض المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة يوزعوا ادوات رياضية ويوزعوا اموال على مركز شباب بلايئات اتحاد الكرة قبل الانتخابات لتوجيه ارادتهم لتصويت للمجموعة معينة انا شايف ان ده تزيف الارادة للناخبين الحاجة التانية لما تتكلم عن نتجة مجلس ادارة منتخب وبص يتلاقي بعد الانتخاب على طول بيتحول وتلاقي مجموعات مصالح بتتكون مجموعة في الاعلام ومجموعة مع الشركة الرعية ومجموعة مش حارف في كذا انت مين هيحاسب مين يعني هو سؤال مين هيحاسب مين لما ببص يتلاقي اول ما ترتبط المسئولية بمصالح مادية ويحصل الخلطة دي انت اكيد انت بتتكلم بيبص يتلاقي موزيع بيقدم في برنامج بيقولك ومعانا فلان عضو مجلس اتحاد الكورة ايه رأيك في الهجوم اللي بي مش عارف كذا هو عاب يدافع هو عضو مجلس ادارة اتحاد الكورة يعني هو عضو مجلس اتحاد الكورة بيستغلش عشته لتبييد صورة الانتجاه الاسف الغير الغير سليمة والغير صحيحة صورة الاتحاد السودة الحاجة التانية ان لما تبوس تلاقي انت عندك فزاعة دايما شغالين عليها دلوقتي للأسف في الاتحادات العضية كلها لما تيجي تقرب من التحاده او تسأله او تحزبه يقولك لا انا انا احنا محميين بلواح الاتحاد الدولي احنا ضد اه او ممنوع تدخل حكومي ممنوع تدخل حكومي اه انا هنا عايز اوضع حاجة يمكن كابتن رئيس الاتحاد الكورة اه مهندس هنا بوريدا هو عوضه في مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي اه وعايز اقولك على فكرة ان كان صادر حكم بحل الاتحاد الكورة ده والوزير الشباب الرياضة السابق كان ظهر امام الاعلام وقال ان سعيوفها يتم تنفيذ الحكم بعدها بـ 48 ساعة قال لا خلاص الاتحاد مكمل وتلقت اللجنة الاولمبية قالت الاتحاد مكمل انا عايز اقولك بمنتهى الامانة احنا لما عملنا قانون الرياضة اه استاذ وائل عملناه وانت عادة اي اي مكينة انتاج تشريعي انت بتعمل القانون بعد كده بيخضع للتطبيق انا بقولك وانا انا ممن اعدوا قانون الرياضة قانون الرياضة بيه عدد من الصغارات التي يجب انصحها ويجب انصحها وقانون الرياضة البعض من اول لجنة الاولمبية مره من اتحاد الكورة واتحادات اقرة استخدموا هذا القانون لاستخدام شخصي مش الاستخدام لصالح العام فاحنا النهاردة خلينا عشان يبقى نقطة نقطة دي النقطة الاولى انت بتكلم فيها ان الاساس من البداية لم يكن سليما يعني اللي هو حتى طريقة انتخاب اتحاد الكورة التربيطات التي تصل للرشاوة الانتخابية بالضبط انا عايز اقولك انتباط المصالح المادية بالمسئوليات تبقى مسئول في اتحاد الكورة لكن في مصالح مادية في حتة تانية بداية دي حقيقة عايز اقولك انت لو لديهم لو لدى مجلس دار اتحاد الكورة من اول رئيس وجميع اعضاء مجلس دار اتحاد الكورة اللي بيتفسحوا وصارهم دلوقتي في روسيا لو عندهم زر الدم نقطة الدم انا بقولك التعزية اللي قدموها في وفاة المرحوم عبد الرحيم محمد وفي حرق الدم من ملايين المصريين انهم قبل ما يركبوا الطيارة من روسيا الى مصر يستقيلوا لو عندهم نقطة الدم لان المصريين النهاردة اللي حملوا امالهم وقفين وشباب سافر واستدان عشان يروح يشجع منتخب هناك ويقضي هناك وقصر قعدة كلها كده على قهوة بتدفع لها مية جنيه عشان تقعد تفرج على منتخب يؤدي بالشكل لهذا اللي دوت والتحاج كورة لم يستطع ان يوفر المناقب مناسب لهذا المنتخب بل بالعكس انشغلوا عن المنتخب وعن نتاج مفر بمصالحهم الخاصة وبالبيزنس اللي عملوا من وراه يزيل المشاركة انا بقول ده كل ده هنتكلم فينا ان موضوع البيزنس ده كمان يعني ماينفعش اعدية كده بشكل عام بس خلينا اسأل كابتن شادي محمد انا هنا اثنان من اعضاء مجلس النواب اثنان من اهم لاعبين السابقين كمان يعني الكابتن شادي محمد والكابتن عبدالسطر صبري واثنين من نقاضنا الرياضيين اللي لهم كلمة ايضا اشتركوا في القناة